السلام عليكم أعزائنا طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي لو أنت عندك مشكلة في unit 2 فالفيديو ده إن شاء الله ليك وحدتنا التانية بتتكلم عن زمن واحد بس زمن سهل وبسيط اللي هو present symbol المضارع البسيط اتاخد في المرحلة الاعدادية بس طبعا في المرحلة الثانوية في شوية تريكات كده جداد مش كتير سهلين خالص إحنا هنبتدي من الأول هنفترض أن أنت متعرفش أي حاجة في present symbol فهنشرح من الأول ونمشي معاك تدريجة كده ونطلع بمستوى الزمن مع بعض لحد ما نوصل إن شاء الله لآخر نقطة فيه أي حاجة أنت حابب تسجلها سجلها معانا وأنا هسيب لك البورد كل كده ما نخلص جزئيه هسيب لك البورد علشان تسجل كل ملاحظاتك ياريت دعمنا بلايك شجعنا نكمل لك إن شاء الله بقيت المنهج إن شاء الله يلا كده نبتدي مع بعض اللي هو المضارع البسيط المضارع البسيط أصلا الشكل بتاعه هو بيقسم الضمائر جزئيتي عندنا بيقول لك فيه حاجة اسمها ضمائر المفرد وفيه ضمائر الجامع ضمائر المفرد اللي هي هي شي أت الفعل بنضيف له أس طبعا أس أو إي أس أو آي إي أس يبقى احنا كده نقول أول حاجة مع بعض ضمائر المفرد ندي مثال على طول أهو نقول كده هي مع ضمائر المفرد بنضيف أس أو إي أس أو آي إي أس يعني مثلا لو عندي كلمة يشاهد واتش وعايزين نعملها مضارع بسيط تلفزيون تيفي يبقى أنا بشوف الفعل بتاعي مع المفرد بنضيف للفعل أس أو إي أس أو آي إي أس يبقى أنا هقول هي واتش ستي في تمام؟ يبقى مع المفرد بنضيف للفعل أس أو إي أس أو آي إي أس الناس اللي كانت ناسية إمتا نضيف أس أو إي أس أو آي إي أس بيقول لك الآي إي أس لما الفعل ينتهب واي قبل الواي حرف ساكن بتهزف الواي وبتضيف آي إي أس الإي أس لما ينتهب خمسة أشياء سي أتش إس أتش إس إكس أو تمام؟ ده بالنسبة لقواعد الإيه؟ قواعد الإضافة اللي مش عارف يضيفها طيب يبقى هي يبقى المضارع البسيط مع المفرد بنضيف للفعل أس أو إي أس أو آي إي أس طب مع الجامع بيبقى الفعل بدون أي إضافة طب مين الجامع؟ عندنا الآي عندنا الوي اليو الفعل بدون أي إضافة يعني هقول آي دي أول جزئية لازم تعرفها معنا أني المضارع البسيط في المعلوم فاعل فعل مفعول مع المفرد بنضيف أس مع الآي والوي واليو والذي الفعل بدون أي إضافة طيب تمام؟ القعدة دي لو إحنا هنسميها فهي قعدة معلوم طيب عايزين بقى ناخد المجهول؟ خلي بالك معي القعدة المجهول قال لك أول حاجة تبدأ بالأبجيكت تبدأ بالمفعول طيب بعد كده لو المفعول مفرد إز لو جمع آر زائد التصريف الثالث خلي بالك من قعدة البسر قعدة المجهول مهمة هو يشاهد التلفزيون عايزين نحولها المجهول ياسا نقول يبقى هنقول تيفي إز والأور إز واتشت التلفزيون يتم إيه؟ مشاهدته باي ممكن نقول باي هم أو مش لازم خلاص تمام؟ دي جملة كده حولناها للمجهول يبقى لما تجي تذاكر هتذاكر المضارع البسيط في المعلوم بإضافة إس مع المفرد ومع الجمع الفعل بيننا أي إضافة على طول تروح كاتب قعدة المجهول مفعول إز أو أر زائد مين زائد التصريف الثالث ده بالنسبة لشكل المعلوم وشكل المجهول طيب المضارع البسيط لما نحب ننفي المضارع البسيط إزاي ننفي المضارع البسيط؟ لو إحنا حابين ننفيه خلي بالك بقى قعدة النفي أول حاجة قال لك لو الجملة بدأ بمفرد هتنفي بـ لس المصدر طبعا أو ممكن ننفي بـ زائد فعل مضارع هقول لك يعني إيه دلوقتي؟ وطبعا هنا مع المفرد يبقى تاني النفي لو مفرد هننفي بـ طب لو جمع يعني هتننفي بـ أو زائد المصدر تمام؟ طيب تعالوا كده ننفي جملة تعالوا ننفي هنفيها ازاي؟ هو يشاهد التلفزيون ممكن أقول هي ركز معايا doesn't watch TV وممكن أقول هي never ها؟ فعل مضارع يعني اللي هي مفرد يبقى المفرد أقول هي never watches TV تمام؟ يبقى ممكن ننفي بـ never آه بس الفعل مش بيتأثر بنسيب الفعل زي ما هو لأن احنا مع المفرد الفعل بدون أي إضافة يبقى تاني النفي بـ doesn't و never بس never بيجي بعدها فعل مضارع والجمع بيتنفع بـ don't والكلام ده المفروض أنه هو عد علينا كتير في المرحلة الإعدادية طيب تعالوا نشوف بقى لما تحب تعمل سؤال في المضارع البسيط قالك لو عندك مفرد اسأل لو هتسأل بهل اسأل بـ does لو عندك جمع اسأل بـ do وسواء do أو does هيجي عندنا هنا المصدر يعني إيه الكلام ده تعالوا نسأل على الجملة دي أنا أشاهد التلفزيون أسأل أقول إيه؟ أقول do والآي تحول إلى you do you watch TV هل تشاهد التلفزيون؟ ممكن أقول yes I do وممكن أقول no I don't طيب في تركاية هنا؟ آه في تركاية خلي بالك معي في جماعة فعل مالوش علاقة بالكلام ده كله تاني بالروح في فعل مالوش علاقة بالكلام ده يعني إيه؟ ولا يتنفع بـ doesn't ولا نسأل علي لابدو ولا بـ does مين يا طرى الفعل ده؟ الفعل ده حد يعرفه؟ طيب اللي يعرفه يقول في التعليقات هو كان عارفه ولا لا الفعل بي يعني إيه بي؟ يكون المضارع من بي المضارع من بي تلات كلمات am is are إيه ده؟ هو المضارع في شواز؟ آه طبعا verb to be في المضارع am is are عندك برضو have في المضارع بيبقى كلمتين have و has have مع الجامع و has مع المفرد تمام؟ وعندك do بيبقى do و does هم تات أفعال بيبقى في المضارع البسيط أشكالهم مختلفة verb to be am is are verb to do do does و verb to have اللي هو have و has ما لوا بقى verb to be لو أنا قلت مثلا she is at school هي في المدرسة الجملة دي في زمن الايه؟ في زمن المضارع البسيط لو عايزين ننفيها مش هتقول لي بقى doesn't be مش حاجة اسمها doesn't be إنما هتقول ايه؟ هتقول طب لو عايز تعمل سؤال مش هتقول لي بقى does she be لا دمت هتعمل عملية الماس هتقول is she at school هل هي في المدرسة yes she is or no she isn't تاني بالروح عشان ما اتتوهش مني لو معاك حاجة بتكتب فيها اكتب كده بالزبط اللي هنقولك اللي هقولك على كتبه المضارع البسيط مع المفرد is he she at is مع الجامع الفعل في المصدر المجهول ابدأ بالمفعول is او or حسب المفعول تصريف سالس النفي inf doesn't او inf never بس never يجي بعدها الفعل الموضر يعني مش بتأثر على الفعل never لا تؤثر على الفعل السؤال بdo does الكلام ده كله اللي على البورد النفي والسؤال ما بيانطبقش على verb to be ليه؟ لان verb to be تلات كلمات am is or لما ننفيها ننفيها بنط الفعل على الفعل سيب لك البورد ونرجع نكمل مع بع تعالوا بايا نشوف مع بعض الوقت الكلمات الدلة وبعد كده نشوف الاستخدامات اول حاجة عندي كلمات الدلة عندنا طبعا ظروف التكرار كلها عندنا 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 نادرا عندنا وعندنا وعندنا طبعا لما تيجي في الاول الجملة او في اخر الجملة وكل ده طبعا انا كاتبه عندك في المنزمة الموجودة عندك نادرا طبعا على حسب الحاجة اللي بعد ايه خلي بالك لو جات في بداية الجملة بتيجي بعدها صيغة سؤال مدرع بسيط يعني يجي بعدها دو او داز بعد كده فاعل مصدر يعني اقول مثلا لو نيفر هتيجي في بداية الجملة بيجي بعدها صيغة سؤال تعالوا بها نشوف كده مع بعض الاستخدامات وندي امثلة بيقول لك التعبير عن الحقائق المضارع البسيط بيعبر عن الحقائق زي ايه اقول مثلا المية بتغلي الوطر مفردها وضفنا المية بتغليف درجة حرارة مية العادات ممكن اقول مثلا علي دائما عادي نضيفنا اس عشان علي مفرد وادي عادة متعود يقوم بدري موقف حقيقي دائما اقول مستر احمد شغال كمدرس هادي ده موقف دلوقتي حقيقة بيتيجي بقى مع الحالة الصفرية والحالة الاولى طب ده الحالة الصفرية دي بتقول ايه في حالات اف وجاي بالتفصيل بعد كده مضارع بسيط مضارع بسيط يعني اقول مثلا لو سخننا المية اهو مضارع بسيط ليه ما حطناش اس عشان وي جامع اللي هيحصل هتغلي مضارع بسيط مثال كمان بقى الحالة الاولى اللي هي مضارع مستقبل اف شي استادز لو هي زاكرت مضارع بسيط اهو شي مفرد تفنقس شي ويل باس سوف تنجح لان الحالة الاولى الاف مضارع بسيط مستقبل بسيط ما احنا بنتكلم في الاستخدامات فانت الوقت السؤال ام تستخدم مضارع بسيط لو الجملة حقيقة لو الجملة عادة لو الجملة موقف حقيقي لو الحالة الصفرية الاول الحالة الصفرية الاف او الحالة الاولى اللي اتنين فيهم مضارع الصفرية مضارع مضارع والحالة الاولى مضارع مستقبل بعد كده بيقول لي مع مين مع الروابط الزمنية الروابط الزمنية دي اللي هي زي after when before خدناهم في الماضي البسيط بس بشارت يعني ايه يعني لو انت عندك رابط زمني خلي بالك رابط زمني هنجيب بعده مضارع بسيط هيكون الناحية التانية مستقبل لازم تمام؟ يعني بس هنقول ايه after i study مضارع بسيطة بعد مذاكر مضارع i will sleep بعد المذاكر هاروح اناعمل ايه؟ هاروح انام تمام؟ نقول تاني الاستخدامات عشان لسا هنكمل عشان ما عنديش مكان يبقى بيعبر عن الحقيقة مضارع بسيط زي لما قول the sun rises from east عادة مضارع بسيط العادات هنعرفها منين عادة من الكلمات الدلة موقف حقيقي دائما واحد شغال مدرس حقيقة الحالة السفرية اللي هي بتقول مضارع بسيط مضارع بسيط حالة f اللي هي ايه از اولاو الحالة الاولى اللي هي مضارع بسيط مستقبل مع الروابط الزمنية لقيت after لقيت when لقيت before لقيت يبقى عندك مضارع هو يديك مستقبل تختار مضارع يديك مضارع تختار ايه على طول يا سنة اولى تختار مستقبل هنرسيب لك البورد ونرجع نكمل مع بعض الاستخدام السادس معنا كان علينا في الصف الثالث الاعدادي اللي هو معه جداول الموعيد السابتة زي ايه معاد قطار معاد طائرة معاد سينما معاد مسرح كل الموعيد دي مضارع بسيط يعني دي لما اقول لك ايه القطار اولي بقى يصل اهو مفرد هيوصل الساعة سيفن تمام دي اسمها جداول الموعيد والافعال بتاعتها مشهورة تبقى arrive بتبقى leave بتبقى end بتبقى finish open start كلها دي اسمها جداول الموعيد السابتة برضو بنستخدم معاها مضارع بسيط سابح حاجة طبعا بيجي مع افعال المشاعر والادراك بدلا من المضارع المستمر بدلا من المضارع المستمر لان المضارع المستمر ما ينفحش يجي مع افعال الشعور والادراك والاحساس زي love زي want زي hate او اقول i love my family الفعل love ده ما يجيش في الاستمرار ما ينفحش اقول ايه i am loving لما اقول مسلا she wants هي تريد to be a doctor عايزة تبقى دكتورة برضو نفس النظام الفعل يبقى لأفعال دي بتيجي في المضارع البسيط اخر حاجة بقى عندي في المضارع البسيط اللي هو ممكن يعبر احنا قلنا ممكن يعبر عن عادات تحدث الان او عادات مستمرة تمام يعني ايه يعني انا ممكن استخدم فاعل بعد كده عندك ظرف من ظروف التكرار زي usually زي always وبعد كده فعل مضارع تعالي اكتب المسلا المسال ده او المسلا she او المسلا she usually هي عادة gets gets up early هي متعودة تقوم بدري دي عادة بتحدث معها دلوقتي التركيب ده بيساوي ايه طبعا فاعل ام او از او ار زائد انت او ام خلي بالك لما يجي قدامها تقوم بيجي بعدها اسم او يعني لو حاجة نطبع الجملة دي نقول ايه نقول هي. الشي تاخد ام ولا از ولا هي معتادة على مبكرا. تمام? ممكن اقول شخص يعني عادته مصدر. يعني ايه الكلام ده? يعني انا ممكن اقول البنت دي بقى انا اقول عشان دابر مفعول لما كانا مفعول لو اسم شخص اقول احمد زهبت عادته ان هو يستيكز مبكرا. ايه تاني? ممكن استخدم no longer. فاعل no longer. فاعل مدارع. اهو. فاعل. no longer. فاعل مدارع. بس لما تكون حاجة انتهت. يعني مثلا لما اقول ايه? حاجة مش بعملها دلوقتي. اي no longer get up. انا لم اقعد get up late. ممكن برضه استخدم قعدة لو no longer. ده بالنسبة للبريزنت سيمبل اللي هو المدارع البسيط. طب هما في الوحدة دي بقى خلي بالك. عشان وانت بتحل. عاملين مدارع بسيط? وعملين تاني الماضي البسيط اللي احنا شرحنا في يونت وان بالتفصيل. فانت هتعمل يا بطل وانت بتذاكر ارجع راجع تاني على الماضي البسيط. يبقى تذاكر اللي اتنين. عشان التمرينات في اليونت التاني في الوحدة التانية. هتلاقيها على المدارع البسيط. وعالماضي البسيط. خلاص? احنا طبعا شرحنا الماضي البسيط قبل كده. اكيد انتو فاكرين انهم مش فاكروا يرجع ذكروا. الوحدة التانية كلها مفيهاش غير الزمن ده بس. فانت هتذاكر المدارع البسيط. وتذاكر الماضي البسيط. هسيب لك ورق برضو. الشرح كله موجود في سندوق الوصف. لو عندك اي مشكلة. كلمنا. كتمنا في التعليقات. منتظرين دعواتكم. واللايك الجميل بتاعك. انتظرنا في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.